بعد خمس سنوات من الحرب كان لابد لأخطاء قصف مقاتلات التحالف لأهداف مدنية في اليمن أن تلقى تنديداً من المجتمع الدولي التنديد جاء على شكل وقف العديد من الدول صادراتها من الأسلحة للسعودية والإمارات بعيدة تقارير عدة كشفت عن تورطها في مقتل المئات من المدنيين بينهم أكثر من ألف ومئتي طفل وتحت ضغط المطالبات بوقف تزويد الرياض بالأسلحة كشف موقع ميديا بارت وثائق سرية تحتوي على خرائط ومعلومات حول حجم السلاح الفرنسي المورد للتحالف بما يكذب تصريحات مموهة تقدمها باريس حول مدى تورطها في الحرب الموقع أوضح أن الأسلحة الفرنسية تشمل دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بالإضافة إلى مدافع سيزار تم نشرها على طول الحدود بين اليمن والسعودية ووفقا لموقع التحقيقات الاستقصائية ديسكلوز فإن الدبابات فرنسية الصنع نشرت في مواقع دفاعية في قواعد تشمل المخى وعدا والخوخة على طول الساحل وفي مأرب واعتبر موقع ميديا بارت أن عقود صفقات السلاح التي لا تزال تبرمها باريس مع الرياض تغذي جدلا أخلاقيا وسياسيا وقضائيا داخل فرنسا المواقعة على معاهدة تجارة السلاح الذي من الممكن استخدامه في جرائم الحرب ويرى الموقع أن مصالح فرنسا الاقتصادية تضعها في حالة انفصام بين استمرارها في تزويد السعودية والإمارات والالتزام بمعاهدة تجارة السلاح خاصة وأن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستورد للسلاح الفرنسي بحسب وكالة رويترز فإن وزارة الدفاع الفرنسي المشرفة على وكالة المخابرات التي وضعت تقريرا سريا يتضمن خرائط تفصل مواقع الأسلحة الفرنسية في اليمن لم ترد على طلب التعقيد غير أن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي لم يشكك في صحة الوثائق كما لم يؤكد أو ينفي التقرير لكنه قال إن فرنسا ليست على علم بقتل مدنيين يمنيين بأسلحة فرنسية مضيفا أن الأسلحة الفرنسية التي تملكها قوات التحالف وضعت على الأغلب في مواقع دفاعية خارج الأراضي اليمنية